ليه كنت بقولك خلال 7-8 سنين كمان إذا ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا العمر نقدر جدا نروح الأدس وهي عربية عاصمة لفلسطين طيب هل هذا يقين اعتبره إيمان كويس اليقين قد يكون أحيانا مصحوب بالمعلومة وإن كان اليقين بربنا سبحانه وتعالى هو الإيمان المطلق بص اللي بتعمله مصر دلوقتي مش هو الباعث هو الدافع الوحيد انه يبقى في دولة تاني الدافع الوحيد هتيجي تقول لي واحد من الدوافع هقولك لا الدافع الوحيد زي ما مصر هي الشريكة النزيه الوحيد في هذه المفاوضات زي ما مصر هي الدافع الوحيد لوجود هذه الدولة بأمر لا عن قريب لأجل هذه الإرادة اللي أنا بشوفها خلال المدة الطويلة الماضية على اختلاف المناحي وعلى اختلاف الموضوعات وزي ما أنا شفت هذه الإرادة في الموضوع الفلسطيني في أكتر من اجتماع وأكتر من اتفاق وأكتر من جولة لما نسميها أحيانا رأب الصدع ما بين الفصائل الفلسطينية ومسألة إعمار غزة إن كنتم تتذكروا ذلك وشاء كثيرة على نفس المنوال فأنا بقولك إنه أيضا الإرادة المصرية بهذه الجولة السياسية التاريخية العظيمة بل والكبرى في تاريخنا وفي تاريخ العرب مش بس في تاريخنا احنا كمصريين ولا في تاريخنا كمصريين وفلسطينيين بل وفي تاريخ المنطقة بالكامل وهيجي وقتها هيتكتب على هذا الجهد المصري وهذه الجولة السياسية في وقت من الأوقات إزاي هذه الجولة هي التي أدت إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة زي ما تكتب كده على حرب أكتوبر فيما بعد انتصارنا في 73 هيتكتب كده بكل هذه الإرادة والقدرة على تفعيل هذه الإرادة سواء إذا كان على الصهينة أو على المجتمع الدولي هذه الإرادة هتجيب الدولة عشان كده أنا بقولك لو لينا عمر 7-8 سنين بالكتير طب ليه خدت هذا المدى الزمني أقول لي خدت هذا المدى الزمني لأنه في وقت سابق زمان حضرتكم عارفين إحنا بدأنا أول الجولة كانت سنة 91 كان اجتماع مدريد لو تفتكروا وبعدين 93 كان اتفاق أصله خد بالك إحنا بنتكلم من 48 أو من قبل 48 بقرار التأسيم فين لحد 91 مدريد ثم أصله 93 أعدنا كم سنة عمليا ما كانش فيه إرادة ما كانش فيه قدرة ما كانش فيه قوة إن اجتمعت الإرادة بالقدرة والقوة والهداوة الحكمة يعني والسياسي لازم دايما يبقى هادي وحكيم ما هواش الدفاعي ومش عاطفي السياسة ما فيهاش عاطف أحيانا العاطفة يجب أن تغلف كثيرا بالمنطقة ويبقى فيه قليل من العاطفة ده بيبقى مفهوم علشان كده احنا خدنا وقت طويل جدا فيه أمور كثيرة جدا متعلقة بحق هذا الشعب في العودة وبحق هذا الشعب في إعلان دولته حقه لكن ما كانتش كل الظروف مجتمعة إن اجتمعت الظروف في القاهرة انتصرنا لم تجتمع الظروف في القاهرة لو إيه باللذي ما فيش حاجة هتحصل التاريخ هو اللي بيقول كده خلي بالك إنه تم اجتياح العالم من المغول وجم عند مصر واتكسرت الأسطورة الحروب الأوروبية جات عند مصر واتكسرت الأسطورة كما جرت العادة أسطورة الجيش الذي يقهر جاء عند مصر واتدغدغ الجيش الذي لا يقهر آه الحائط الدفاع المنيع وبرليف بالسلامة هو كله عند القاهرة يتحطم أي شر والله أنا شخص لا أستطيع وصف نفسي تحت الظروف من الظروف إننا بنقدم كده خيالي أي حاجة عند القاهرة بالمنطق شريرة تتحطم الإخوان المسلمين قعدوا قد ما قعدوا أول ما مصر خدت قرار إنه ما فيش حاجة اسمها إخوان يبقى بالسلامة الظروف اجتمعت الآن في القاهرة في العشر سنين فاتوا دول الظروف كلها بتقول إنه القاهرة هتعمل الدولة أو بالأدق هتبقى هي الدفع الحقيقي وأنا بقولك تاني والوحيد لهذه الدولة ترجمة نانسي قنقر